البنك المركزي الأردني برر رفع أسعار الفائدة بحماية الاقتصاد الوطني من التحديات الاقتصادية الناجمة عن عدم استقرار الظروف في المنطقة ومن جانبه أكد الخبير الاقتصادي حسام عايش أن رفع أسعار الفائدة يتنافى مع الوضع الاقتصادي الذي استلزم في كثير من الأحيان تخفضها جاءت سلسلة الارتفاعات المتوالية على أسعار الفائدة في الأردن انسجاما مع قرارات تخذها الاحتياط الفيدرالي الأمريكي وليس لأن هناك حاجة اقتصادية ملحة تستدعي مثل هذا الإجراء أو أن مثل هذا الإجراء يتناسب والحالة الاقتصادية السائدة التي في كثير من المرات كانت تستدعي تخفيضا في أسعار الفائدة عوض رفعها من أجل تخفيف الكلف على المستثمرين على الأفراد على الجهات التي لديها قروض من القطاع المصرفي كما وضح عايش الأثر السلبي لرفع الفائدة على المواطنين وقدرتهم على سداد الكلف المرتفعة للقروض المقدمة من البنوك ارتفاع أسعار الفائدة في هذه الظروف المعيشية الصعبة وانخفاض النشاط الاقتصادي وتراجع القيمة الحقيقية للنقد وتبات تقريبا الدخول أدى ويؤدي مع كل مرة يرتفع فيها أو ترتفع فيها أسعار الفائدة إلى عكس البنوك لهذا الارتفاع على شكل زيادة في الفوائد المفروضة على التسهيلات والقروض المقدمة للقطاعات الاقتصادية وللأفراد وهذا الأمر بدأ يخلق الكثير من الصعوبات في قدرة المواطنين الأفراد على وجه التحديد على التكيف مع متطلبات هذه الارتفاعات التي تقوم البنوك بعكسها مباشرة على كلف القروض المقدمة من طرفها للمواطنين خبراء اقتصاديون يحذرون من رفع أسعار الفائدة المتكرر على الإقراض الذي يزيد تكلفة الإقراض وتمويل المشاريع الاقتصادية مشيرين إلى أنه لا يتلاءم وظروف المعيشية الصعبة شكرا